في تونس الكوبرا من خلال الفريقنسة من 106.9 واتبعونا أيضا من خلال live streaming تلقاوها بداية توتسويت على قناتنا في يوتيوب صنغون كما تلقاوها أيضا على صفحتنا في فيسبوك كيف كيف صنغون نحكي وعليد المواضيع اليوم في الحصة من اليوم المتعلقة بآخر التطورات في الساحة الرياضية التونسية مع ضيوفنا اليوم ساعة جدا مستقبل عبدالجل جوبانتيني مرحبا يا مجدا سبعة الخير اسلام نحب نصبح كل يوم أنا ديما كي نبدأ في بلاتو قدامي صديقي مهدي نفرح برشا عايش عنا ذكريات حلوة ياسم عبارنا وبرك الله عليه متقلق اليوم في الوطنية عايش وإنا فرحان بالنجاح متاعه برك الله سبقتك في المقدمة سامحني بطا يديش نقدر رحب بل لا خطر والله نفرح كي يبنوا مع ذيا مهدي نفرح برشا وإنا أخويا شرف كبير لعينا ومن أيامات شمسة فهم عدينا أيامات محليهم وبرك الله فيك شكرا اسلام على الاستضافة وفيها العاملين في ذات مسكو كل المستمعين أيضا بش نحكيه اليوم في التحكيم بش نحكيه أيضا على المنتخب الوطنية التونسي بش نحكيه على الاتحاد الرياضي المونستيري بيه نتحكوا بنا أصدقائنا الحكام وليد الهفلي وامين برك الله قلبوا الميكرويت ونحطوا الكاس بيه في انتظار ركحوا بورهم بركحي امين برك الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا اسلام مرحبا أيضا وليد مرحبا بيك هتكساح اسلام على الاستضافة وانشارلا نفيدوا المستمعين بيه مرحبا بيكم مرحبا بيكم الزوز بيه قبل ما نحكيه على التحكيم واخر المسجدات في التحكيم نحكيه شوية على المنتخب الوطني التونسي وأكيد لمقابلات الزوز المهمين ذات جزر القومور البرح كانت دعوة محمد أمين بن حميدة دعوة فيش قتن شوية الشارع رياضي في تونس كيفشتقبلت مجدد دعوة هذي والله فرحت بالعكس أنا شفتها مانتا الملاعب يذاي معنا عنده مدة يلعب أساسي في الترجي يلعب في في الأونيفو عملني في مانتا في نال دوشون فرونس ليك قاعد يخدم برغم لي فهم انتقادات صحيح من بعض الجماهير اللي بعد ساعة ما تكونش راضي على بن حميدة لكن شوفنا الملاعب يذاي ديما يخدم في صمت و ديما ماانتا يحاول باش يتطور اليوم اعتقدر إذا أنا شيف من الصالح أنا المدرب فوزي بن زرتي اللي حتى واحد ما يشوك في الكافاءة متاعو شيف من الصالح باش يستدع اليوم بن حميدة منزمنش معنا نتفاجو معنا نتفاجو معنا نتفاجو معنا نستحل بشتل عب تيتولير في الإسبيرانس ودت سنوات وهذي معنا ربما تتويج للخدمة والعمل اللي قاد يقوم به اللعب هذي يا مجدد بن حميدة في الترجي قاعد يلقى في انتقالات كبيرة من الجماهير وحتى شفنا المقابلات الاخرانيين حتى كاردوزو بدل استعمال أيمن بن محمد معنا نتعتبرها منطقية معنا الدعوة بالله يشوف وقت واحد يلعب تيتولير في الإسبيرانس مع المدربين اللي يجاول الدولة على الإسبيرانس من معين شابان من كاردوزو ويلاعبوا في بن حميدة تيتولير ماذا هو غلطين فيها؟ معنا نعمل يعب يستحق بش يكون تيتولير حتى بن حميدة يتخل يتخل على الأساس ديمة معنا نتا يدخل بعد بن محمد وقت خلي يدخل على الأساس بعد بن حميدة معنا نعمل تيتول في البوست في الترجل معقولة لكن اليوم عليش نحكمه مش الجماهير كل راو بعد الجماهير مش الكل معنا نعتقد حتى نشوف بن حميدة في الماتشويت في الإنسبرانس صحيح موش هذك الستار متع الفريق معندوش اسم كبير لكن نشوف المردود متاعه ديما بانتظام ديما اللاعب يجتهد ديما يحب يطور من نفسه ديما يلعب بالروح بالقليب متاعه عليش نكونوا قاسين على الملاعب هذك خلي نشوفه ربما في المنتخب في المنتخب كي يجي الفرصة متاعه ربما ينكتشو ملاعب اخر مهدي سنين نشوفه مثلا نمين الشيرني ملاعب ما تستنينه برشة سنينه مثلا فرات السلطاني كيف كيف على اتحاد المنستيري بن حميدة الدعوة مفاشقة شوية ولا بلال بنسبة لك انت باي سانحب نعلق شوية علي قالوا مجدا فيما يخص بن حميدة بعدها ونعطيك المعطيات اللي عندي فيما يخص الاختيار هو جمهور عمرو مكيرو بيرا كان في تونس الجمهور يهاجم في اللاعب تمثلا مدرب بانجلترا في كيسو مامورو بالمر ظهر لي احسن ملاعبي في بريمير ليج سلام عمناول في تشيلسي واكثر ملاعبي دي سي زيف واكثر ملاعبي مساهم في الهداف وميلاعبوش بشكل اساسي رغم انتقادات الجمهور وكذا مخلي غريليتش مهزوش رغم نشوف مستوياته في بريمير ليج ما قالوش رعوا جمهور وكذا احنا جمهور الهنا نحلو به برش والله يردد فعل جمهور والله يفاجد جمهور عمره مكان جمهور مقياس بالعكس انشوفها شخصية من المدرب اذا نذكرك بحاجة مثلا ماذا يسبب وفي بن حميد؟ 99% جمهور الترجي لدي تونسي معناها فئة كبيرة من جمهور الترجي مع لندية الاخرى اللي بتبيع منطق جمعيات كل ملاعبي بش تسبب من جمعي اخر صار مجدا نفس اللي صار مع رائد بوشنيب قبل ما يمشي للترابس ومتخب التونسي من جمهور الترجي بيدورها معنا يشوف العقلية كيفيش ولينا في تونس يقزموه الملاعبي ما يسندوه اشانا نقرأ وقتها في صفحات سلام على رائد بوشنيب جمهور الترجي يسبب في رائد بوشنيب يقول كيفيش الدعوة ديه هو مانبا عنده بلا صف ترجي كلمة لعيبرا وميجيش وهو كأثبت انه مستواه معناها جيد ما نقولوش اكستراوردينير فزوز ماتشوية تليفاتو مده غشقروا قنبيا وشكون عطانا الاسيست متع البونتو اللي هو رائد بوشنيب اعطال بالرمضان وباش نعطيك معلومة بش يلعب بوشنيب منتظر الماتش هذي معناه خليوا الناس تخدم مخيبنا في بعضنا مخيبنا منقولوش اراو فاما اراو فاما عائلية تتحز على ملاعبها ذاكرا اراو الملاعب يبيدو ينجم يتأثر نفسانيا نطيح ونعملوا متركاج نتنمروا على شكله على هوا ما يعرفش يمشي هوا سقيه الزوز يصار مخيبنا والاخيب من هذا الكل اراو المدربين في تونس حتى احنا صحافيين راو نقرب حساب الجمهور جمهور خليه في العالم حر فيش يعلق اما والله نتفاجأ انا والله فاجأة جمهير تشمني في الجمهور هذي اخو يا فوزي بنزارتي عنده اسلوب اخر تماما في الخدمة اخر همه هو الجمهور بالنسبة لي هو فاما مقاييس انا مش ندافع عليها راو نعطي في المعلومة وراها لوجيكا على الاخر حابيت نشوفه شيرني حتى من عام ناول وقت كان برفرما اكثر وبش يجي وقت لازم ياخو فرصته مثلا المدرب يقولك انا توا عليه العاب دي مضروق الماتش اللي هو المضروق يبدو 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 دعوت بنحميده من اجل انه يلعب اساسي حسب هكا المعطيات شوية اللي بدت تتوضح هاو بش نعطيك الطرح اسلام تعليطار الفني فيما يخص بنحميده عليش بنحميده بالذات اولا يقولك عنده خبرة في الافريق العاب في المنتخب التونسي قبل فهم اوتوماتيزم بين وبين الحارس من ميش ومير يحكي كيف ويناجم يلعب وشنيب مالغادي معاناها وطالبي براتيك مال شرنير كل لعبت مع بعض باه الهناه شي قولك اللي تار الفني قولك انا نمشي اكثر في بنحميده على اليسار لانه هاو معلومة بشير يلعب يوسف المساكني على البوست متاع اليهي غوش وبالتالي مساكني معندوش برش برش فقلك يعاضت شوية معاه يعمل الكليبر على الجهة اليسار هاوك بنحميده قدامه مساكني معاناها راموش نبرر في الشواء معاناها شواء ذا عالمي وصحيح وري فيك فما دايك ريتير رمشيت صبت نحو بنحميده يكون في المنتخب عليش نسلخوا في الملعبية بتاعنا مفتقوا فيهم من بعضهم بليش كونو روبرتو كارلس اللي عاننا احنا في تونس مو كان جاء مرتضاء بانو الناس مش مضروب رامو مرتضاء وتوماتيك موالعب عرير غوش معاناها قاعدين نعملوا في بوليميك سليب زايدة خيبين وما نحبوش بعضنا ونحبوكين نقزموا بعضنا ونسخروا من الناس هكا باطل ومعناها ربي يهدي هجمات خيبيز وين شفت الصخري معانا نحنا 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 نحكيه اختيارات فنية معانا تحكي حتى على الجمهور اختيارات فنية هي قابل للنقاش قابل للنقد نحن بتاريخ طعمات ركاجة في فيسبوك انتي قلت فاجة الجمهور انتي لطفتها هي خليت الجمهور يعتدي على اللاعب لفظيا ومعنايا اختيارات فلا عايش اختيارات فايسبوك هنوريك فايسبوك ريتا بلا سامحني كلمة بارك شفت ك نقوله راهوا في التارجي لمعندوش بلاسة كيفش نجيل المدخب راهو بن علي في الليتوال كيفش نعملوا نصنعوا ملعبية اخرين نجيبوا ملعبية من كوكب زحب المقاييس اللي قلتم كل صحاح معناها في لونتونت معندها مع مرياح مع بوشليبها ممكن فمقاييس اخر تعرف فوزي بن زارتي يحب اللي جورد وكاركتير ولي لعبوا بالقليب وذيك الروح ولي يندفعوا فهذه فما خصال في بن حميدة مع مواصفات موجودة فيه يلعب معنة بالروح متاعه هذه النقطة اللولة الثاني حاجة تصور بن حميدة يلعب ويخرج ترح كبير شتخول الناس وقت شتخول انت بازال يتفكروا بن حميدة يغلط يا مجدة اما السؤال هو حتى فترجي موشون فورم والدليل اخر مقابلات استغنى عليه كاردوزو لعب بن محمد ستتونزيا لعب تيتولير ايه استغنى بعد ستتونزيا فما روتاسان بتاع اللعبية تتوكيلة خرج روجيه يرتح روجيه ما انت معتا مروجيه خايبة باي في القمة متاعه بن حميدة اتقلق مع الترجل يوم بن حميدة ستونزيا جوار يتيل يتيل موش لازم مني قتلك سمحني عطيني في جوارات الكيم ناسونال طول الملعبية ستار اللي عنا والنجوم الكبار ولي جيبونا الطرح ولي اذا ما يلعبوش اللي كيم ناسونال ناقصة حتى واحد كلهم دي جوار تيمويه ونفس المستوي وشوف نعرفوه هذي شوفناه بعد مدد السنوات اسلام هنعطيتك سمحني يوسف لمساكني الفلتا اللي في وقت اللي في نهار وفورمت وجيبنا الطرح تخلينا اللعبين شو قبل نهارين من الماتش قبل تلافهم الماتش تحطيت انت في سيتيواشيون تع العابدي مصاب فهمت سلام شكون في بلاستو شكون الملاعبي اللي غدوة تهبتو يلعب ومرتضاكي ما قال فنتي مصاب لا مصاب مصاب مظروم مع قاسم بيشا مالعبش الماتش اللي فات في تركيا بالتالي اللي تار الفني شايف فورة السلطاني شايف هشام بكار ونعطيك لسماء بلزموة كانت مطروحة وشيرني معناها القاء اللي بنحميد حاضر يلعب في الافريك يلعب في معناها في نفو عالي مستوى الفنين اختلفوا فيه فما اللي يقول ملاعبي كوريكت فما اللي يقول اقل شوية فما اللي يراه دوتون زنطان يعمل مقابلات كبيرة المهم ما مايش حاجة كبيرة راه ولا يرجوش وقفنا مهدي يبدو لي بشيكون اساسية حسب المعلومات اللي عندك كنت نحكي فيها دجاء اللي هو يناجم يكون اساسي نفهم كعا تنسق معناها باي اه نعود لك كان يناجم يكون اساسي معناه هنا المنطق وي يعني بلفي بلست حسين بن علي اللي يجي لول سمعت قل ترمى اوتوماتيزم بين الملعبية يعني مش ملول بلست حسين بن علي يكون موجود الخضر كان في ملعبدي اللي هو سابقه مزوز ايه دونك هو قبل حسين بن علي دونك يكون العبدي وبنحميده المنطق ويدي في كيف يكون اساسي قبل حسين بن علي اللي جاي قبله اسلام اه اهن فاسرك اهن المعلوم اللي عندي موش تحسب فيه اللي يبار حكاتل اوتوماتيزم معناها فما مميش فما مرياح فما بوشنيب معناها براتيك مول لاكس التالي ولي زرير اللي عرب معهم وكشي فما مقياس الخبرة وكذا اللي حكين علي روذي مقياس تتعرفان مقياس الاخر اللي هو كي بالشي يلعب على الجهة اللي صار قدام يوصف المساكني يوسف المساكني لا يوجد بارشة ريبلي ديفونسيف واضح شيئا يقول لك إذا عرفاني نعملي كيليبر على الفلانجوش معناها يعاضد المساكني في الرجوع التالي واضح بن علي أكثر نزعة هجومية والله أنا رأي حاجة عادية جدا وراها معطيات منطقية فنية وربما يرى ويبدأ بن علي أما للبارح المعلومة اللي أنا فهمتها عندي لا أنا أعطيك معلوماتك فيب تديم نعم تتغير لأمور ثمينة أربعين ساعة ما تعرفش عليها هذه المعلومة اللي عندي أكثرية تكنيك معناه وتكتيك أكثرية خاطر فهم يوسف على الجهة اللي سار هذي اللي فهمت مهدي خلال نكمل معك كيف كيف فعل يوسف كلام تقال عليه الملاعبة هذي نفس تقريبا فهم كين نفهم شوية تهاون مع المنتخب مشكلة على يوسف حتى قبله وقت اللي نختاره مات شويتنا وقت اللي نحبو نجيو نجيو للمنتخب وقت اللي ما نحبوش ما نحبوش سيواء هو سيواء حتى اللي قبله وسمينا قبل لسامي ما غير ما نسميه من يوسف المساكني حتى الحنبال المجمري وعطى أرقل أوقات خزري زادة سابقا كين المنتخب ولا سهل اليوم فهم كين انت سايب في المنتخب ومضرب نشعب بيدي علي دين العطاء العباد اللي قارت وقت باب محلول الناس الكل معناها مشيت فيه معناها انت تواه ماذا ينتبق على علي يوسف؟ نسأل فيك هل ينتبق عليه لا لا كائف اسمعنا عثمان النجار البيضح قال جمعيته وما حبشت سايبه حالة اخرى علي يوسف ما تمشي اتهام الملاعبه تماما وانعطيك معلومة انه هو سعيد جدا مع فوزي بن زرتي لانه هو المدرب الوحيد اللي لعبه مرتين كاساسي مكانش يحلم بها في المنتخب وقت اللي هو ما سجلش في زوز مقابلات وكان بشير عب اساسي تواه معناها اربع مقابلات كاساسي على صعيد منتخب وطني في شهر واحد معتالك حتى مدرب معناه ما تصورش بش يكون قاعد يقول لا ما تفهمش مع فوزي اكثر من العز هذا ودلال هذا وبالتالي يبرقوا اللاعب ونزهوه من انه محبش يجي اما فيش اللومه وانا انا بش قولك فيش اللوم علي يوسف هو النادي متاع وابراموه الحكاية ربش تكبر شوية لانه دعوة لسي كمال يدير بالله يتحرك لنا شوية في موضوع هذا يبجاه رب يتحرك لنا شوية عاقلي نيسر نفس الندائب شواز جوامين بالكالر خاطر شو خاطر عندك جماعية عند الندائي اخو عندك جماعية محبش تسايب ملاعبي هو قاله اصيبة بعض اللي طار الطب يحكي معاقل مراني الاباس هنمش نجيل اللي كيب نشونات معناها بريفو البارح بشو يوصل عود البارح سليم نهار اثنين ماجيش بعد قلو لاركم بعثتون لبري كونفوكاسيون غالطة مايش في الايجاد واحنا عنا قرن معناها نبعثوا في البري كونفوكاسيون تالي ملاعبية وقت الهاكن هذي مش موجودة في الخريطة الملاعبي ما عندوش موقف اهنا يعطيك صح اهو سليم بالضبط فش اللومو وانا اللومو انو كنت نجم اخوية تضرب معناها انا انا اذكر ان اسبن سليمان اقبال نعملو فيه بروندبي اذيه في الدنمارك ومال قريساجة وبعد تحاسب وكنت اذكر عمل ديكلاراسيون اسلام قبل كوبدا فريك ضالي كامرون حاجة هكا قال انا بلادي واستجابة لنيداء الوطن وبش نجيل وخلي بش يسير يسير بعد تتخلي الفريكو معناها معناها فما واقف انت الملعبية احنا تومس معناش حجة اللاعب وبالتالي ما نفضموش اللاعب اما نزهوه الى حد هذي اللحظة من التهم اللي يتحدث عليها متاع حب ما حبش يجي وكده لكن فماشي اللوع انترنسونال ما تقتل كنفوكاسوم دانجوور معناها الكلاب يزمو يطبع عشرة ثوانية مجدك هوا نيدال سيكمال يدير الفيفا تجعوا معاك اخوية تحرك شوية واضرب اخوية بعصام الحديد راناتونس احنا ومعادش كالعقولية متاع قبلنا متاع جيلكم وكذا احنا تقول خوية جيل فلفل خوية خوية الدنيا تغلي كيفاش اريت كلام اسلام كلام اسلام ينجم يكون بنسبة كبيرة جدا صحيحة احنا معناش معطيات صحيحة اماش يقولهم بعد اقولوا ملاعب اذا ما حابش يجي او كذا ما حابش يجي اخوية فاما جامعية رافضة اخوية تصرف لا لا الموجود اللي قالوا اسلام اذا اذا تسايب رو عنده سنوات اخيرا حتى ما حنابال حنابال مش مش ملوه مرة حابو كنفوكي وقال لا وماناش حاضر وقاعد سيوم بوربولي مع بيرلي وكل شي ما نحفهم ملعبية لا احنابال كا واحد اخ رو عدو ستة شهور ملعبش كالمفوز يحب يجيبوا في اطار احاطة نفسية للعب اكد لك كان جينا كاليفيكاسون كاليفيبو اللي كوب دي مونت اما احنابالو كان جاي مفلان وقتها في استاجة ذاك رو نيس كل قلن كيفاشت عياتلو مش كومبيتيتيف كيبت عياتلو منفضموش للملعبية كانت جينا منفوكاسون منفقام اصنع نماشيين نعمالو كوب ديماند او نسكلت ومناله تحب تجي احدها منتشوات المتائع ووكتش يجي ووش مش كا علي وصف راو نحكي لك هذا كل تصيب لأناش إخطت الجامعة لطول الأخر ممكنش تفرز الانذباط على الملعبية يعني توقع دار في السياسة هاول يتعرف أنه قاعد يبدل في السياسة مثلا الياس العشوري يرفض المرة الأولى بشيجين مرة الثانية يلقى روحه أورليست برغم قيمة فنية متاع الياس العشوري هذا ينحبوه أما المعاملة كانت ما يشكي نفسها مع فان نيوسف لمساكني اللي رفض مع مدنسر له حيشه أنه يجي اليوم فوزي عيطله في أول ستاج كان فيه ممكن خاطر يقول لك ما كنتش معها أنا كان معه لكن المبدأ يجب أن يكون واحد والجامعة تغيرتها معناها ملات أكيد لكلمك معناها حتى المسؤول بشيخ القرار دي جا تبدل ومحنا للمشكلة هنا معنى شكلة لوائح خاصة معناها تنطبق على الناس لكل مهما كانوا المسؤولين راهوا ما تجيش دافيد بيتوني مثلا عقب اسمعنا بالمعلومة نسكل غايف صغير عقب وريان كل خطر عمل مرة ولثنين روتار في تأخير في الوصول للتمارين أمورك مع الإدارة أمورك أخيانا تيران جيت ممخر أورليست معناها لازمنا نكونوا عنا واحدة لائحة واضحة سلم في الانذيبات تأكيد لكلمك اللي حتى تتغير لأشخاص يوسف ولا خزري ولا حنبعل ولا غيره أخويا اللي يغلط مهما تغيرت المسؤولين تفضل أخويتك خلي بلاسة لغيرك نمشي بفاصل قصير وبعد نحلو الشابيتر الكبير في الحصة متاعنا اليوم الخاص بالتحكيم موزيكا وبعد راجعين